دشرت دائرة الخدمات الطبية ومستشفياتها في العاصمة المواقتة عدن العام التدريبي الجديد 2023 بحضور وزير الدفاع الفريق الرقمحسن محمد الداعري أشهد وزير الدفاع بالجهود المبدولة التي يبدلها منتسبو الخدمات الطبية في الوحدات والمستشفيات لتقديم الرعاية الصحية والخدمات العلاجية للجرحى والمصابين والمرضى من أبناء القوات المسلحة مشددا على مضاعفة الجهود بما يحقق تقديم أفضل الخدمات الطبية والعناية اللازمة بمنتسبي المؤسسة العسكرية والجرحى منهم على وجه الخصوص من جانبه ثمن القائم بأعمال مدير الخدمات الطبية العميد الرقم محمد الحمش اهتمام وزير الدفاع بملف الجرحى والمستشفيات العسكرية وقد منصور موجز عن طبيعة المهام التي تطلع بها الدائرة ومستشفياتها في تقديم الخدمات الطبية للجرحى وكافة متسبي وحدات القوات المسلحة وبعد التدشين طاف وزير الدفاع بأقسام ومرافق الخدمات الطبية ومستشفى عبود العسكري طلع على سير العمل وما يقدمه من خدمات صحية وإعلاجية لمتسبي المؤسسة العسكرية في ذات السياق قام الفريق الداعي بزيارة إلى معسكر بدر وتفقد مستشفى المعسكر والخدمات الطبية التي يقدمها إضافة إلى تفقد معهد تدريب حفظ السلام في المعسكر رفقه خلال تدشين وزير اللواء الرقم علي محمد الفضلي نائب رئيس هيئة الهيئة الإسناد واللواء الرقم عبد الحكيم الشعيبي مدير مكتب الوزير والعميد الرقم ناجي عباس ناجي نائب رئيس هيئة العمليات والعميد الرقم ناصر عبد الرب ناصر مدير دائرة الاستخبارات العسكرية والعميد مسفر الحارثي مدير دائرة الرقابة والتفتيش شكرا